به وقاما واللعبات دورة في المستوى دورة كأسهم من أفريقيا في كوديفوار وذهب بعيدا عكس المتخب الوطني الذي أقصي من الدور الأول الآن عهد جديد مع فلاديمير بيتكوفيتش مع شبان في المتخب الوطني يريدون دائما يظهر إمكاناتهم وتقديم الأفضل لضمان مكانة أساسية في تشكيلة بيتكوفيتش الآن مثل ما تتابعون ستنطلق بعد قليل حصة تدريبية التي تسبق مباراة جنوب أفريقيا يوم غدا إن شاء الله بما أنك قريب من الحصة التدريبية للمنتخب الوطني هل هناك جديد فيما يخص تعداد لغرار إصابة رامي بن سبعيني وأمينة قويري الذي غادر أرض الوطن لمواصلة العلاج في فرنسا هل هناك الجديد في تعداد المدرب فلاديمير بيتكوفيتش المرد الذي يحضر لمباراة يوم الغد مما منتخب جنوب أفريقيا نعم إسماعيل مثلما أشرت إليه غياب التحاق رامي بن سبعيني بركب المغادرين من تربص المنتخب الوطني رامي بن سبعيني رابع المغادرين بعد إسماعيل بن ناصر وهيشان بوداوي وأمين قويري الذي غادر بسبب ارتباطات عائلية أميا رامي بن سبعيني قام بفحوصات معمقة هنا بمركز سيدي موسى ولم يغادر حتى تلقى تلخيصا من الناخب الوطني فلاديمير بيتكوفيتش الذي سمح له بمغادرة التربص ليتمكن من إراحته ليكون جاهزا مستقبلا أمين قويري فقد غادر ومثلما تبعتم تصريحات أمين قويري لقناة الفاف التي أكد فيها أنه غادر هذا التربص بسبب ظروف عائلية أما بن ناصر وهيشان بوداوي لذاني تدرب في الحصة الأولى في القاعة على انفراد لم يندمج مع التشكيلة وغادر تربص المنتخب الوطني مصادر ألمية إيطالية قالت إسماعيل بن ناصر سيكون لرحة أسبوع وسيكون جاهزا في مباراة فريق هياسي ملعنم في هونتين الأسبوع المقبل جيد نعم مباراة قوية تنتظر عناصر المنتخب الوطني الصهرة ثلاثة بداية من العشارة ليلا أمام منتخب وصل إلى نصف نهائي كان كوديفوار وقدم كرة وعروض جميلة في الكان الأخيرة هو اختبار قوي وجاد لعناصر الناخب الوطني الجديد فلاديمير بيتكوفيتش في هذا اللقاء الذي سيكون أهم للمنتخب الوطني قبل المباراة الرسمية في شهر جواء أمام منتخب غينيا ذهابا وإيابا ضمن تصفيات مونديالي الفين وستة وعشرين المزمع إجراؤه بكندا المكسيك والولايات المتحدة الأمريكية زميلي عبد الرحمن وأنت قريب من كتيبة المنتخب الوطني يبدو أن اللاعبون تحرروا من النكسة الماضية التي لاحقتهم بإقصاء المرء من الدورة الأول من كان كوديفوار ربما اللاعبون خرجوا من تلك النكسة خاصة بعد الفوز البارز أمام منتخب بوليفيا في اللقاء الماضي بثلاثة أهداف مقابل هدفين نارا عناصر تشكيلة الوطنية تحضر بتركيز عالي وحماس لهذا اللقاء ليس كذلك برحمة أكيد اسماعيل حجاب المتخب الوطني تحرر وتجاوز نكسة كان كوديفوار وطوى صفحة فتح صفحة جديدة بقيادة فلاديمير بيتكوفيش حتى المنتخب الوطني مباراته الأولى كانت مفيدة ومفيدة جدا أمام بوليفيا كونه لم يلتقي منذ مدة طويلة بمتخبات أمريكا الجنوبية فمثلما تبعتم تصريحات لعبية المتخب الوطني في المنطقة المختلطة قبل قليل الكل أجمع أن المبارات الأولى أمام بوليفيا كانت مفيدة ومفيدة جدا كون المنتخب الوطني وجه منتخبا لم يسبق له أن وجهه منتخب بوليفيا عاد إلى إفريقيا بعد 17 سنة كاملة آخر مبارات لبوليفيا في إفريقيا كانت أمام جنوب إفريقيا سنة 2007 في جوهانسبورغ كان لعب مباراة ودية وخسر بهدف دون رد عاد إلى إفريقيا ووجه المنتخب الجزائري المنتخب الذي أقصي من كأس أمام إفريقيا إلى أنه عاد وانتفض وعاد أيضا في المباراة بعدما كان متأخرا في النتيجة عاد وفز بثلاثية لهدفين بقيادة القائد العائد ياسين إبراهيمي المنتخب الوطني إسماعيل حجم مثل ما قلت عاد وانتفض وطوى صفحة نكسة الكاميرون والآن عهد جديد بقيادة فلاديمير بيتكوفيتش نعم جيد نحن هذا ما نتمنىه لعناصر المنتخب الوطني نتمنى أن تكون الانطراقة جيدة مع الناخب الوطني البوسني فلاديمير بيتكوفيتش لعل وعسى أن يعود المنتخب الوطني لسالف عهده وإفراح الجماهير الجزائرية التي تنتظر فرحة من عناصر الوطنية في قادمة لاستحقاقات ولعل أبرزها وتأهل لنهائيات كأس العالم الفين وستة وعشرين وكذا نهائيات أمم إفريقيا والتي ستجرى صائفة الفين وخمس وعشرين بالمغرب بذن التشكيلة الوطنية كما نهائي ذن مشاهدين الكرام كما تشاهدون في هذه الصور التشكيلة الوطنية تجري الآن آخر حصة تدريبية تحسبا لقاء منتخب جنوب إفريقيا سهرة ثلاثة بملعب نيلسون مونديلا بالعاصمة انطلاقا من الساعة العاشرة ليلا هي آخر مباراة قبل الاستحقاقات القادمة والبداية من شهر جوان القادم أمام منتخب غينيا والذي سيلعب المنتخب الوطني أمام منتخب غينيا ذهبا وإيابا برسم رصفيات مونديالي الفين وستة وعشرين زميلي عبد الرحمن هل أنت في الاستماع نعم إسماعيل لم أود أن نقطع حديثك قبل قليل إلى أن مباراة يوم غاد إن شاء الله أمام جنوب إفريقيا ستكون خاصة بالنسبة لمدرب منتخب جنوب إفريقيا إيغو بروس الذي تتداول معلومة وتتداول بعض الأخبار تتداول بعض الوسائل الإعلامية خبر استقالت أو مغادرت إيغو بروس للطاقم الفني لمنتخب جنوب إفريقيا واقترابه جدا من منتخب نصور قرطاج منتخب تونس أي مباراة غاد إن شاء الله